إذن قد يأتي سؤال جيد ومهم يجب أن نطرحه هنا ما هي الدافعية وما هي صفات الشخص المتحفز السؤال هل هناك تعريف للدافعية في الحقيقة الخبراء والباحثين يقولون أن من الصعب جدا أن نذكر تعريف متفق عليه للدافعية فلا يوجد هناك تعريف حقيقي للدافعية ولكن هل يمكن أن نصف الشخص المتحفز لتعلم اللغة الإنجليزية؟ نعم الخبراء والمهتمون يذكرون أن يمكن هذا الأمر من خلال ثلاثة أمور الشخص المتحفز مستثار عاطفيا نحو تعلم اللغة الإنجليزية وعلى سبيل المثال ممكن يكون لديه ميول إيجابية نحو تعلم اللغة تجده عاشق لهذه اللغة حاب لهذه اللغة مرتبط ارتباط واضح أيضا مستثار سلوكيا يعني سلوكه أعماله أفعاله حديثه تجده يمارس اللغة إذن سلوكه واضح عليه أن شخص متحفز معرفيا أيضا يكون مستثار معرفيا وأحد أمثلة هذا أنه يكون شخص متطلع لفهم ثقافة المجتمع يحب يقرأ عن هذه اللغة يحب يقرأ مواد بهذه اللغة إذن هو معرفيا وعقليا مستثار هذه الثلاثة السمات إذا وجدناها في الشخص نستطيع أن نقول بكل اطمئنان أن شخص متحفز لديه دافعية إيجابية إذن دعونا ننتقل بعدها إلى النقطة التالية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة